يحيي مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة لثقافة والبحوث الذكرى الخامسة عشر على تأسيسه عبر احتفاليات تدوم ثلاثة أيام بعروض متنوعة ومميزة وبهذه المناسبة عبرت معني الشيخة مي بن محمد الخليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم عن إيمانها ورهانه على العمل الثقافي الأهلي ودوره في الارتقاء بالمجتمعات العربية إيمانا بالفعل الثقافي وبدور المؤسسات الأهلية في الارتقاء بالمجتمعات والمساهمة في عملية الانفتاح الذي يتطلبه عالمنا العربي واحتراما لتاريخ البيت الذي لعب دورا تنويريا ورائدا في مسيرة الحراك الثقافي المجتمعي الذي لعبته مدينة المحرق منذ عقود أسس مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث عام 2002 ضمن استراتيجية واضحة لمتابعة هذا الدور وهذه المهام التي بداها الشيخ إبراهيم وحفاظا على الإرث العمراني العريق أصالت الأمكنة ليعيد الحياة إلى الحجر الذي يحكي قصص الأولين وبرؤية المستقبل الواعد بالأمل هذا من افتتح هذا المركز والمشهد الثقافي في البحرين في تطور وفي تميز غير مسبوك أبرز تاريخنا اللي قبل وأبرز حاضرنا الجميل وأبرز القدرات اللي عند البحرينيين وغير البحرينيين وسمعنا وشفنا ضيوفنا فالحمد لله يعني نحتفل مع الشيخ أمي في هذا المكان الجميل في هذه الواحة مركز الشيخ إبراهيم وإن شاء الله نحتفل بعد كم سنة أيضا بمرور ثلاثين سنة بمرور أكثر عبر خمسة عشر عاما من النشاط الثقافي تخللتها محاضرات ولقاءات شعرية وفنية وغيرها من الفعاليات الثقافية يدون مركز الشيخ إبراهيم في ذاكرته أكثر من خمسمائة قامة فكرية ثقافية بارزة تواصل معها في خطواته التنوينية منذ العام 2002 ليقوم بدور معرفي وحضري أعطى الصورة المشرقة والأمل بمجتمع عربي واعد تسوده قيم التعددية والانفتاح والاحترام للأرث الثقافي المادي وغير المادي لمجتمعاتنا الإنسانية الذكرى الخامسة عشر لتأسيس مركز الشيخ إبراهيم منذ 2002 ومسيرة المركز متواصلة لأحياء المناطق أو البيوت التي لها تاريخ ولها دور في هذه المدينة العريقة المحرقة التي ستكون عاصمة للتقافة الإسلامية عام 2018 وبمناسبة الذكرى الخامسة عشر لتأسيسه أعلن المركز عن نتائج سنواته التي يعكسها 25 موقعا بين مدينتي المحرق والمنامة كما ذكر خمسة مشاريع قادمة وأنان المركز مقاما متألقا بإنجازاته نظير جهوده في الحفاظ على الهوية التراثية والعمرانية فقد حاز على جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتراث العمراني للمهنيين والطلاب في دورتها الخامسة عام 2015 والحفاظ على التراث العمراني في المرتبة الأولى منصفة مع مشروع القرية التاريخية نظير مشاريعه في إحياء منطقة المحرق القديمة والحفاظ على ملامح المعالم العمرانية كما حصد جوائز أخرى فريدة كجائزة المدن العربية في العام 2005 وجائزة الأمير فيصل بن فهد عام 2008 إلى جانب تجشين العديد من المراجع والدواوين والدراسات البحثية التي باتت ضرورية للمهتمين بالشأن الثقافي